الجزائر اللي احنا لابنا. خلا نتكلم ان الشروط الاولين منتخب مصر ما كانش موجود. اللعيبة كانت فيه اه خوف بشكل كبير جدا. اسبابه ايه? اه اولا كان فيه خطأ من مستر كيروش عمل تدريبة صباحية قبل المباراة ودي بنت رد يعني المرضود بتاعها في الملعب من نتيجة الاصابات. عندك ايمن اشرف اتصاب. ثم اكتر من كزا حد برضو. حجازي. واكتر من كزا برضو كان عنده شاد كتير كل شوية. فكل ده اخد بالك برضو يعني اه معافش ايه كان ايه الهدف من من التدريب. فيه مدربين المدرسة بتاعتهم كده بس بعد وقت بيلغيها لما يدخل في كورة مصرية. اه اه. اخد بالك اللعب المصري اصلا طبيعته في المباريات الكبيرة دي بيبقى اصلا يعني عن مشدود. فانت بتعمل حمل زيادة عليه. فبيعمل مرضود في المباراة اه تراخي بتحس ان العيب كاسلان بتحس مع الخوف. فبيعمل وده اللي بنى الشوت الاولاني. الشوت الاولاني هتقريبا ما وصلناش للمرمى. ما فيش غير كرة السولية اللي هي التزديدة. هي دي اللي وصلنا لها. فخلاني اتكلم منتخب مصر للشوت الاولاني غير متواجد. ابتدى منتخب مصر يظهر الشوت التاني على فترات متبعدة. يعني اخر تقريبا تلت ساعة ابتدينا نشوف شكل المنتخب. بخلاف حاجة تانية ودي انا ضدها تماما وشفتها في الفترة الاخيرة تواجد ايمن اشرف في نص الملعب. مش مكانه. ما انت يعني اه انت عايز تعمل اه تجديد في في المنتخب بس هي سبحان الله. وريم اقول لك الحاجة واسمع رأيك انا عارف اللي انت فيه خلاص دماغك بتقعد بتركز في المباراة وحافظة. اه. المباراة وعايز حاجات معينة وبتشايفها من وجهة نظرك فبتيجي تقولها في الاعلام. انا احترم ده فيك. دي حقيق. قدر اصابت ايمن اشرف زبطت التركيبة في الملعب. والله بص هو اخد بالك هو مش عدلته ومش مكانه. ما هو بص ما يعني من بداية حتى المباراة اللي قابليها هو شارك في نفس في نفس الموزيشن بتاعه ونفس المركز بتاعه. ما ظهرش. تحس ان هو برضو اخد بالك هو هي امكانات لعيبة. في لعيبة هي حافظة ان هو بيبقى مساك او باكليفت بيقضيها بيقضيها بشكل كويس. ان انت برضو تنزله في نص الملعب حتى العامل البدني هو متعود خلاص على حمل بدني معين. وحافظ المكان بتاعه. فلما انت تنزله نص الملعب بيلاقي نفسه بيجري مسافات وبيجري في مساحات. هو مش متعود عليه. هو مش متعود عليه عشان كده حتى دي ممكن تكون احد اسباب الاصابة بتاعته. لان اه معدل الجاري في نص الملعب مختلف عن معدل الجاري ان انت تبقى مدافع. يعني انت مدافع بتتحرك لامة قدام شوية على فترات. لامة على الجنبين. وترجع لخلف شوية. فانت بتتكلم مسلا ان انت بتجري مسلا. في مساحة مربع معين. مربع معين. في الملعب. غير لما تبقى في نص الملعب بص المساحة اللي انت في نص الملعب بكل عامل ازاي. بتجري وممكن تروح تضغط في كورة مجهودك مش فيك فتراب عليك. عشان كده هو اتعرض للاصابة. وخلاني نتكلم هو مش المكان بتاعه. هو اه. طبعا يحسب اي من اشرف ان هو ما اعتردش ان هو مايلعبش. بس برضو اثرت على الاداء بتاعه. لانه مش مش ده من المكان بتاعه. نتكلم بقى على عنصر اهم. مروان حمدي. مم. هو لازم اسم مروان يبقى موجود في المنتخب يعني هل هو يعني بتكلم بجد. مم. لازم الاسم بتاع مروان ده يبقى لازم متواجد في المنتخب مش ممكن. مروان حمدي في الفترة الاخيرة في اخر اربع ماتشاط او خمس مباراة مع المنتخب مش موجود. الشوت الاولاني. مم. مش موجود. يعني ايه يعني ايه اللي شايفه مستر كروش فيه. مم. عالمستوى احنا مش شايفينه. اولا الجاري بتاعه خطأ. برضو مشاركة محمد شريف. عالطرف. عالطرف. مش مش مكانه. مش مش بتاعه مش هتستفاد منه. يعني انت منزل اتنين. مش مستفاد منهم. يعني انت بتلعب ناقص اتنين لعيبة. صح ولا مصح. ولا مستفاد بمحمد شريف ان هو مهاجم. ولا مستفاد بمروان ان هو متواجد. فانت عندك خسارة اه لعبين. لعبين. لعبين كمان مؤثرين في هجوميا. منت كده انت لغيت هجوميا. فانا ايه اسباب المشاركة مروان حمدي. يعني انت من بداية المباراة. ولا تحرك. بالعكس ده فيه اكتر من كزا هجمة. ابتدينا نوصل. كايت بتيجي عنده تتقطع وتترد علينا. فانت ايه اللي هو شايفه. يعني انا المهاجم ده معروف ان المهاجم منتخب مصر. يعني عشان تشارك ده ليه حاجات كتيرة جدا عشان انت بقى اساسي منتخب مصر. اولا تحركات مساندة زميله ممكن مش مطالب منه ان هو يحرز هدف. بس مطالب منه يتحرك كويس. مطالب منه ان هو يستلم كويس. مطالب ان هو يخدم حتى على على زميله. ما شاء الله يعني الحاجات اللي متواجدة دي مش موجودة في مروان حمدي. مع تواجد ايمن اشرف عالطرف. اه سوري محمد شريف عالطرف انت كده ايه? خرجت حتى الميزة في محمد شريف بره خالص. واجبات المركز دي واجبات. اللي واجبات وهو بقاله سنتين في البوكس بيتحرك وتحرك كويس. حتى لو ما جابش هدف امتى اوجه الضغط? امتى? امتى النهاردة ممكن اخد عين مدافعة? اصيب لعيب تاني. زي على فكرة في لعبة في شود تاني ما حتش تكلم عليها كتير. حسين فيصل جاي من ناحية الشمال ومحمد شريف كان هو البوكس في نفس الاتجاه. محمد شريف اخد تيرن البر اخد معاه المجافع ثم. هو تحرك. ثم حسين بالزبط. حسين فيصل الكرة اللي شاتها. محمد شريف لو حتى لو مستوى مش كويس في الملعب فتحركاته بتفتح مساحة لزماله في الملعب. يعني حسين فيصل من اللاعبة المميزة جدا ومع الوقت هيكتسب اكتر وهيبقى من مستوى افضل من كده ومكسب لمنتخب مصر. يحسب للراجل ضم عناصر جديدة وبيديها فرصة? بس هو يحسب ليه حاجات مميزة. خلينا نتكلم في الايجابية ان هو في عناصر تستحق ان هي تبقى متواجدة في منتخب مصر منهم. حسين فيصل اكتشف عنصرين مهمين جدا في نص الملعب السولية. وحمد فتح ما شاء الله دلوقتي بقى فيه تجانس طبعا عشان ما بيلعبوا مع بعض في القالي. فبقى فيه انسجام ما بينهم بعض. حيث ان هما اللي اتنين حفزوا الملعب. ممكن حتى حتى لو المستوى بتاعهم قالل بس تواجدهم في نص الملعب بقى فيه خلاص. فيه حفز ما بين اللي اتنين ما بين بعض بقى فيه انسجام. تتفق معي ابراهيم للروح.